من الملفات المهمة للدولة شغال عليها خلال الفترة اللي فاتت هو ملف التنمية الحضرية هذا الملف استحوز على اهتمام كبير جدا من الدولة وقدرت من خلال المشروعات القومية الإسكانة أنها تقضي تماما على المناطق غير الأمنة وتوفر حياة كريمة لأهالي هذه المناطق في وحدات سكنية جاهزة ومرفقة ومؤثثة كمان وكمان توفير كل الخدمات الخاصة بالتنمية الحضرية خلنا نعرف تفاصيل أكتر عن مشروعات الدولة للإسكان الاجتماعي بنرحب بضفنا الأستاذ مصطفى عبد الله الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية صباح خير عليك يا أستاذ مصطفى أهلا بك في البداية عايز أعرف رؤيتك لتعامل الدولة مع هذا الملف خلينا في البداية نقول أن تعامل الدولة مع هذا الملف هو تعامل جاي من منطلق الدستور المصري الدستور المصري في المدة 78 أقر وأنص على أن المسكن الكريم الملائم هو حق من حقوق الإنسان المصري عشان كده الدولة توجهت من عام 2014 بكل الجد أنها تطور حالة العمران في مصر ليس العمران الساكني فقط ولكن العمران على كل أشكاله سواء موجود في الريف أو في الحضر الدولة طبعا في هذا الإطار انطلقت في عدد من المحاور منها المدن الجديدة مشروع تطوير نقدر نقول عواصل المحافظات والمدن الكبرى بخلاف كده تطوير العشوائيات الخطرة وده اللي نقدر بنعتبره يعني من أهم النجاحات اللي مصرح القضاء عليها القضاء عليها مش فعلا القضاء عليها بشكل تام الحمد لله أننا احتفلنا في أكتوبر الماضي بالنجاح الكبير طيب وهنا نتكلم عن هذا المجهود وكل الخطوات دي أكيد كان في البداية عشان نفذ هذه الخطة كان لازم يكون فيه آليات للتنفيذ خاصة أنه كان فيه تحديات كتير جدا عايزة أعرف من حضرتك من وجهة نظرك طبعا أهم هذه التحديات وكانت إيه آليات الدولة في تنفيذ هذه الخطة خلينا نفتكر مع بعض أن احنا من عشرات السنين عقود متلاحقة على تاريخ مصر العشوائية العمرانية تعظمت على الدولة الجايز ده لأسباب مختلفة مش هيكون يعني لو قعدنا وقت طويل قوي هنفندها لكن الدولة من 2014 حاولت أنها توجد حلول جذرية لهذا الأمر احنا عندنا العشوائية العمرانية تكونت في المدن القديمة القائمة سواء في الوادي أو في الدلتا بسبب عدم وجود توسعات خارجية خارج النطاق الضيق ده اللي احنا بدنا نسميه السبعة في المية اللي احنا عاشينا عليها في مصر عشان كده الدولة توجهت بصراحة أنها تدعم المدن الجديدة أو اللي كانت موجودة من قبل 2014 كانت حوالي عشرين مدينة لكنها قامت بأنها تطور أو تنشئ تلاتين مدينة جديدة بالإضافة إلى كده في تسع مدن كمان بتضاف في الفترة الحالية بقى عندنا من المدن دي فيه مدن من الجيل الرابع الذكي 14 مدينة منهم العاصمة الإدارية منهم المنصورة الجديدة منهم العالمين منهم تشك الجديدة غرب قنة ومدن أخرى والمدن اللي جاية في الطريق هي برضو جاية عشان تواكب التوسعات السكانية أو الزيادة السكانية المضطردة اللي احنا بنعانيها في مصر اللي هي بتقدر بحوالي 2 مليون مواطن سنوية صحيح بخلاف كده احنا ما ننساش ان احنا عندنا حوالي 21 مليون مواطن هم في الفئة لأمره ما بين 18 ل 29 طبعا الفئة دي هي الفئة اللي بيكون فيها معدل الزواج فبالتالي الاحتياج لشاقة أو مسكن أو بيت جديد عشان تدى الدولة توجهت بشكل سليم احنا دولة شابة زي ما سيادة الرئيس دايما اشار او اشار في اكثر من موضع الدولة شابة دي لازم تلبي احتياجات الشابة منها المسكن وعظون المسكن ده في مقدمة الأوليات وفيه بعد كمان يا سيد مصطفى مهم جدا لهذا الموضوع زي ما انت قلت فيه الدلتا والمساحات اللي ضيقة وما فيش ظهير صحراوي الدولة تجهت الى عمل مدن جديدة بالفعل عشان تحافظ على الرقع الزراعية لان الناس كانت بتتجاوز وكانت بعرفين طبعا بيبنوا على الأراضي الزراعية وكده فده بعد برضو مهم لانحن نحافظ على الأمن الغذائي صحيح صحيح احنا طبعا لو بنتكلم في بعد الأمن الغذائي فاحنا مش كمان بنحاول نحافظ على الأراضي الزراعية يعني طبعا احنا عندنا دلوقتي بين مجلس النواب الحمد لله في خلال الأيام الماضية قرر تعديل جديد لقانون التصالح على مخالفات البناء وده الهدف منه ان احنا فعلا عندنا أمر قائم وهو العديد من المباني جايز آلافات كتيرة جدا موجودة كانت مبنية بشكل عشوائي طب احنا عايزين خلاص احنا نثبت الوضع هنوقف الأمر كما هو عليه حاليا لكن بعد كده احنا مش هنسمح ببناء تاني على الأرض الزراعية وده فعلا كان ظاهر بشكل قوي جدا في مجهودات الدولة من أشهر طويلة ان فعلا كان فيه حزم وصرامة بخصوص ما يتعلق بالبناء على الأراضي الزراعية بخلاف كده طبعا وده جايز شقة آخر ان الدولة كمان بتدعم نقدر نقول الأصول الزراعية الموجودة في مصر من خلال مشروعات مختلفة لاستصلاح الزراعي زي مثلا مشروع الدلتا الجديدة مشروع مستقبل مصر المليون ونصف فدان ومشاريع أخرى طيب احنا دلوقتي خلينيقول الدولة المصرية أمام أمرين أولهم انها تحد من ظهور العشوائيات مرة تانية والأمر الآخر انها تحافظ على المدن السكنية أو الامتداد العمراني جديد اللي الدولة قدرت تنهاية تعمله لقضاء على المناطق الخطرة أو العشوائيات شايفة استراتيجية الدولة المصرية إن كان لفكرة حد من ظهور العشوائيات مرة أخرى أو الحفاظ على ما تم تنفيذه هل هي كافية ولا ما زلنا محتاجين كمان يمكن قوانين أو محتاجين لسه أمور أخرى خليني في النقطة دي نحن نشرح للسيدة المشاهدين نقدر نقول المحاور اللي الدولة مشيت فيها عشان نحق النقطة دي على وهي الحفاظ على نقدر نقول الرقع الزراعية الموجودة المدن ما تبقاش كمان في حالة نقدر نقول إنها محتاجة للتطوير بعد كده في المستقبل أو إنها تأثر على جودة الحياة المتوفرة للمواطنين أول محور هو إن إحنا طبعا زي ما قولنا دعمنا المدن الجديدة زودنا عددها بنحاول كمان نعمل امتدادات للمدن القائمة المدن الجديدة القائمة بحيث إن إحنا نوفر كل احتياجات المواطنين من المساكن بخلاف كده خلينا نتكلم بقى على المدن القديمة القائمة اللي إحنا دلوقتي بنحاول ندعم جودة الحياة فيها من خلال إن إحنا بنعمل تداخلات التداخلات دي سواء إن إحنا بنطرح وحدات سكنية في المساحات المتاحة جوه المدينة وده لتلبية الطلب لأهالي المدينة نفسها مشروع تطوير عواصم المحافظات بالضبط أو بنحاول إن إحنا كمان نعمل تداخلات أخرى إن إحنا بنوفر الخدمات الغير متوفرة للمواطنين دولة زي إيه مثلا إلا مرافق ترفيهية مرافق صحية مرافق خدمية متنوعة وده لإن جودة الحياة للمواطن هي اللي بتدمنه إنه هو يكون عايش في مناخ في مناخ إنه هو يقدر يخليه نقدر نقول منتج بشكل كويس نقدر نقول إنه فيه حياة صحية ليه ولأولاده والمستقبل اللي جاي المحور التالت اللي إحنا نقدر نتكلم عليه اللي هو المشروع العظيم جدا اللي يجب نشير له برضو اللي هو القضاء على العشويات الخطرة إحنا كان عندنا في مصر 357 منطقة عشويات خطرة اللي دي طبعا متوزع على كل أنحاء الجمهورية اللي كان فيها حوالي 850 ألف مواطن عدد كبير جدا ده متوسط يفوق على المتين ألف أسرة لكن الدولة نكحت نقدر نقول بمجهوداتها منفردة مفيش أي مؤسسة سواء نقدر نقول إقليمية أو دولية سعادتها فيها دولة منفردة قامت بالمشروع العظيم دوت قدرت إنها تحاول كل المناطق دي لمناطق آمنة بخلاف كده كانت بتطرح كمان بداية للسكان الموينين فيه سكان مش عايزين يفضل الموينين في المكان ده طب إحنا كنا بنطرح لهم تلات بداية المعروفين أول حاجة إما العودة لنفس المكان اللي هو المكان اللي هو كان موجود فيه بعد بناء نقدر نقول مساكن لائقة فعلا لائقة وفيه أماكن مكانتش بتسمح لأنية كتابة أماكن خطرة فبيبني لهم برضو في أماكن تانية بيتبني فبيتحول لمكان تاني وفيه الاختيار التاني هو إنه ياخد تعويض مالي لو هو يحب إنه يسيب المكان ده مثلا عنده هو عنده مسكن تاني هو يحب إنه يسكن فيه فبياخد التعويض المالي أو التعويض الثالث أنه يأخذ بديل السكن بتاعه في أحد المدن الجديدة في مشروعات الإسكان الاجتماعي وده هنتناوله طبعا مشروع الإسكان الاجتماعي المشروع العظيم جدا الحاز يعني نقدر نقول على إشهادات محلية ودولية يجب الانتباه إليها لأن التجربة المصرية دي تجربة فريدة جدا